التبريرات التي ذكرها يوم أمس الرئيس الأمريكي جو بايدن حول قضية الانسحاب من أفغانستان أثارت قلق العراقيين بشكل كبير والمنطقة بشكل عام وذلك بسبب أن الظروف التي تحدث عنها التي اعتمد عليها في الانسحاب من أفغانستان هي نفسها موجودة في الداخل العراقي الآن باختصار اللي قال جو بايدن الآن قال بأن الولايات المتحدة الأمريكية هدفها الأساسي كان في أفغانستان هو من أجل مواجهة تنظيم القاعدة وقتل أسامة بن لادن وهذا ما تم وكذلك أن نمنع تنظيم القاعدة من أن يستغل الأراضي الأفغانية من أجل تهديد الأمن القومي الأمريكي وهذا هو ما تم بالفعل بالنسبة ومن وجهة نظر الأمريكان بشكل عام حتى الشعب الأمريكي في الداخل وأنه مو من مهمتنا ومو من أساس واجباتنا اللي على أساس جينا إلى أفغانستان هو قضية بناء دولة أو بناء ديمقراطية هذه ليست مهمتنا وعلى هذا الأساس يجب أن ننسحب بالإضافة إلى ذلك أنه الاتفاقية التي وقعت في زمن دونالد ترامب بالنقاشات اللي صارت مع طالبان وكذلك الحكومة الأفغانية من أجل انسحاب القوات الأمريكية نصت على أن يوم 1.5.2021 يجب أن تنسحب القوات الأمريكية وأنهم تعدوا هذا التاريخ وصلنا إلى نهاية شهر 7 وشهر 8 الآن ولم تنسحب طبعا القوات الأمريكية وبالتالي بعد هذا التاريخ القوات الأمريكية تحت الضغط وأن حركة طالبان ممكن أن يتهاجهم في أي وقت لأنهم ملتزموا بالاتفاقية ولم ينسحبوا وبالتالي جو بايدن أمام خيارين الخيار الأول هو مواجهة حركة طالبان وإرسال المزيد من القوات وافتعال حرب كبير جدا في ظل أنه أكو اتفاقية أساسية تمت أو الانسحاب طبعا بكل تأكيد وهو اختار الانسحاب لأسباب مهمة جدا موجودة على الأرض بحسب التقييمات الأمريكية اللي هم قالوا على أساسه بأن الجيش الأفغاني يعني لديه ثلاثمائة ألف عنصر كلهم مدربين ومدججين بأحدث الأسلحة والإمكانيات الاستخبارية والعسكرية بشكل عالي جدا بالإضافة إلى ذلك أنهم عندهم قوة جوية كذلك وهذا ما لا تمتلكه حركة طالبان ليس لديها قوة جوية وكل عددهم عبارة عن خمسة وسبعين ألف عنصر بالتالي القوات الأفغانية هي ثلاثة أضعاف حركة طالبان ولكن في نهاية المطاف اللي صار أن القوات الأفغانية انسحبت سلمت السلاح إلى حركة طالبان وحتى القيادات سافرت وتركت وعلى هذا الأساس طبعا جو بايدين يقول لماذا نبقى لماذا نبقى إلى سنتين أو عشرين سنة أخرى هذه لن تغير من طبيعة القوات الأفغانية ورغبتهم في القتال ليس لديهم إرادة في المواجهة فلماذا أنا أخاطر بالقوات الأمريكية في ظل أن الأفغان مدير يدوني قاتلون نفسهم وفي نهاية المطاف سلموا الأمور إلى حركة طالبان هذه الأسبار طبعا التي ذكرها لماذا هي أخلقت العراقيين لأن ظروفها مثل ما قلنا تشبه تماما ظروف تواجد القوات الأمريكية في الداخل العراقي يعني الآن الوجود الأمريكي في العراق هو من أجل مواجهة تنظيم داعش الإرهابي قتل أبو بكر البغدادي وتنظيم داعش الإرهابي تراجع بشكل كبير والقوات الأمريكية تحولت من قوات قتالية إلى قوات استشارية وتدريبية للقوات العراقية بالإضافة إلى ذلك أنه مو من واجباتهم الآن من بناء الحكومة أو بناء الديمقراطية في العراق هذا الأمر انتهى من الـ 2011 الـ 2011 لما سحبت القوات الأمريكية من الـ 2003 إلى الـ 2011 كان هذا واجبهم هو تغيير النظام وبناء ديمقراطية أو غيرها ولكن هم عادوا من أجل مقاتلة تنظيم داعش الإرهابي والنقطة المثيرة هنا أن جو بايدن انكشف عنه أمر من قبل الـ CNN مؤخراً اللي هي المفروض داعمة إلى الديمقراطيين كشفت بأن عراب قضية الانسحاب في 2011 هو كان جو بايدن بشكل أساسي واللي هي خلقة تنظيم داعش الإرهابي وعطت فرصة لإيران أن تخلق ميليشياتها في المنطقة ويتحول العراق إلى بؤرة للإرهاب فخليشوف شنو اللي قالتها طبعاً الـ CNN على هذا الأساس كان نائب الرئيس آنذاك جو بايدن هو الذي فاوض على انسحاب إدارة أوباما من العراق فلذلك على أساس طبعاً هذا الأمر خلى أوباما أن يعيد القوات الأمريكية من أجل طبعاً مواجهة تنظيم داعش الإرهابي ولكن هذا لم يمنع من أن العراق مثل ما قلنا تحول إلى بؤرة وهنا النقطة الأساسية أن الأوساط الأمريكية ترى بأن أفغانستان بهذا الانسحاب الأمريكي اللي صار تحولت إلى بؤرة وتركت الولايات المتحدة الأمريكية فيها فراغاً يشبه تماماً الفراغ الذي ترك فيه 2011 وظهر فيه تنظيم داعش الإرهابي لذلك التقديرات الآن من الـ news18.com أكدت بأن علينا أن لا نتفاجأ إذا ما ظهرت حقيقة تنظيمات متطرفة أخرى شوف شنو اللي قالت اليوم ستجذب أفغانستان تحت حكم طالبان كالمغناطيس عناصر الإسلامية متطرفة من جميع أنحاء العالم وطبعاً ظهر جو بايدن في كلمته يوم أمس لأنه مضغوط هو ما كان برغبته أن يظهر ولكن الضغط عالي جداً بسبب هذه المناظر التي جاءت من مطار كابل والناس تركض خلف الطائرات وسقطوا من الطائرات بشكل مريع للغاية وبالتالي هذا المنظر لا يدلل على أن إدارة بايدن تبحث عن حقوق الإنسان إنهم بالنسبة لهم الأمريكان وتحديداً إدارة بايدن حقوق الإنسان هي أهم شيء وهذا الأمر وهذه المناظر خلت الديمقراطيين أن ينقلبوا على جو بايدن الآن تحت قبة الكونغرس الأمريكي يعني على سبيل المثال سيث مولتن هذا الرجل هو خدم في العراق وهو حقيقة من ولاية ماسيشيوسيتس الأمريكية وهو في مجلس النواب الأمريكي قال بأن بايدن ارتكب خطأاً كبيراً جداً وكارثة كبيرة جداً في داخل أفغانستان وبعد ما ممكن أن نحل هذه القضية كذلك نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي طالبت من إدارة بايدن إحاطة من المفترض أن تتم نهاية هذا الشهر حول قضية الأمور التي رتبها في أفغانستان وعلى أي أساس هو رتبها رغم أنه خلق كل الأعذار التي خلقها يوم أمس في خطابه بالإضافة إلى ذلك طبعاً إلى الضغط الجمهوري من كبير مكارثي الذي هو زعيم الأقلية لجمهورينا في مجلس النواب الأمريكي أيضاً دي ضغطون بشكل عالي واضح الاستثمار للانتخابات القادمة في مجلس النواب الأمريكي لعام 2022 وطبعاً الأمر الأهم ليس الإعلام وليس السياسيين الأمر الأهم بالنسبة لجو بايدن والأساسي هو التحول اللي موجود في الداخل الأمريكي الداخل الأمريكي وشعب مهتم في القضايا الداخلية ولكن الآن بسبب الصور التي رأيناها بسبب أخبار أفغانستان الكبيرة اللي هي بدأت تتفلتر بشكل عالي جداً في الداخل الأمريكي بدأوا الناس يهتمون إلى قضايا السياسات الخارجية وبدأت تأتي إلى الواجهة خاصة وأن جو بايدن يعاني من قضية مصادقة الشعب الأمريكي يعني الآن مصادقة الشعب الأمريكي إلى اليوم إلى هذه اللحظة جو بايدن انخفضت المصادقة عليه إلى نسبة 49.9% وهذا خطر كبير الانخفاض تحت 50% وواضح أنه عدم المصادقة ستتعدى المصادقة ويدخل في مشكلة كبيرة جداً وطبعاً هذه تجي مو بسبب أفغانستان أو السياسات الخارجية وإنما هي بسبب أمور هو معول أن ينجح بها هذه الأمور هي قضية إدارته لحقيقة عدد من الأمور مثل كورونا فيروس يعني في أول شهرين هو كان عنده بلس زائد 42% ولكن الآن انخفضت إلى 12% الشعب لم يقتنع بطبيعة إدارته للكورونا فيروس كذلك للإميغريشن لعملية الهجرة كانت 14% في بدايته انخفض إلى سالب 22% وكذلك المسائل الاقتصادية كانت بلس 22% بالبداية الآن الاقتصاد انخفض إلى سالب 2% أهم شيء الاقتصاد عند الشعب الأمريكي واللي هو الآن منخفض بشكل كبير واللي خل جو بايدن أن يدخل إلى هذه النسبة والآن دخلنا إلى قضية أفغانستان والسياسات الخارجية اللي بديننا نركز عليها وبالتالي هي سترشح أن جو بايدن سيدخل في مشكلة حقيقية جدا في مسألة مصادقة الشعب الأمريكي عليه بكل تأكيد